السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وشاهداتنا الكريمات مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات السادسة ملف اليوم في بوضوع الشباب وترشيد التديون نعم الشباب هم قادة الغد وأمل المستقبل وعلى أكتافهم تبنى الحضارات والأمجاد وتتقدم الأمم إلى أعلى المراتب وقد رسم الإسلام لهذه الفئة معالم واضحة لتحقيق التميز والنجاح هذه المعالم تبتدئ بالتدين الصحيح والسليم فما هي نظرة الإسلام إلى الشباب وما هي القيمة التي يضيفها التدين إلى عقولهم وسلوكاتهم وكيف يؤثر التدين الصحيح في تحقيق نجاح الشباب سروني أن أستضيف لكم لإجابة عن هذه الأسئلة وناقشة هذا الموضوع سادة الأساتذة العلماء فضيلة دكتور حسن من ناعي أستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس أستاذ الكريم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بالقناة نعم ويحضر معي أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور عبداللطيف الميموني رئيس المجلس العلمي المحلي بسديق قسم أستاذ الكريم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا وأبدأ معكم بسؤال عام بداية كيف ينظر الإسلام إلى الثروة الشبابية دعوا معكم أستاذ مناهي كيف ينظر الإسلام إلى الثروة الشبابية وكيف يعتني بها بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لفرذيلتكم وليقناتكم على هذه الاتضافة مرحبا وفي الحقيقة هذا الموضوع الذي تترحمونه من من المواضيع الهامة والجدية والخطيرة على الساحة الفكرية اليوم وعلى الساحة السياسية والاجتماعية علاقة الشباب بالدين ونحن كعلماء مختصون في الجانب الديني ثروتنا في هذا الموضوع هو القرآن الكريم وأقصد أن القرآن الكريم هو منجم للحديث عن الشباب القرآن الكريم تحدث عن الشباب رسلا وفتية وصحابة ومجاهدين تحدث عنه في مواطنة عديدة باعتبارهم 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 صانعين مجد الأحداث وصاعدين المستقبل ونموذي سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم هذا الفتل الذي كان ثائرا على الباطل وكان رافضا لعبادة الأصنام والشرك حاج قومه في مواقع مختلفة من مجتمعه وكذلك سيدنا يوسف عليه السلام الذي أحاطت به إغراءات فكان مقاوما كبيرا لهذه الإغراءات في مجتمعه كذلك كل الأنبياء يحيى إسماعيل الفتية المؤمنة الذين ذهب الذين فروا إلى الغار النماذج داخل في القرآن الكريم تعطينا العناية الكبيرة التي يليها القرآن الكريم بهذه الفترة الزمنية لأن الشباب ليس شخصا معين وإنما هي فترة عمرية مرحلة عمرية في حياة الإسلام هي التي تصنع الأحداث المستقبلية وكل أمة في هذه وكل أمة يكون فيها شبابها غير قادرين على أن يغيروا الأحداث في المستقبل هي أمة ذاهبة إلى زواله إذن التخلف مقترن بشباب عاجز عن الإسهام في تنمية وطنه عاجز عن تفاعل مع قضايا أمته اسمحوا لي أن أتحول إلى أستاذ إذا كانت عندكم إضافة تفضلوا قبل تفضلوا شكرا جزيلا على استضافة مرحبا شكرا تدخل أستاذ الفاضل فعلا القرآن الكريم تحدث عموما عن الإنسان وتكريم الله تعالى الإنسان ورغمنا بني آدام ورغمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورغمناهم على كثيرين بمن خلقنا تفضيلة لكن أرى أن السنة النبوية والسيرة النبوية بيّنت بجلاء دور الشباب في إثراء بشكلين عمليين نعم بشكلين عمليين مثلا أخذ في بداية الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودوره في حماية الدعوة وكيف هو أسهل يعني العمل للنبي صلى الله عليه وسلم هو شاب هو من أسلم بين الشباب أيضا تأخذ مثلا مثال من المدينة المنورة يعني قبل ذلك كانت يثرب وكيف أسلم مصعب ابن عمر وهو وهو يمكن أن نقول إنه أول إمام في الإسلام نعم أو الإمام كان يعلم الناس الدين في يعني والتديون يعني التديون والدين سنتحدث عن ذلك بعد قليل شاء الله إذا توحيح الفرصة في المدينة يعني في يثرب كل دائر وكل بيت دخله هذا الشاب هو إمام أكبر إمام أكبر من سفير نعم سفير الدين نعم نعم فما من بيت إلا ودخله الإسلام وكذلك أيضا الشباب الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من نضالاته وجهادي هذه نماذج نماذج كثيرة عصرت النبي صلى الله عليه وسلم وعشت عبد الله بن جاء أنا أكيد كل تأكيد في الواقع السياسي والاجتماعي والعلمي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو طفل فشاب يعني كان له كان له دور فعال إذا كلمة الشباب ما اسموها دائم بغي أن تسمح وإلا وكذلك الشبت أيضا نعم حينما نقول الشبب النساء والرجال مرحب إذن هؤلاء الشباب أبقى معكم فضيلة الأستاذ يعني التدين بالنسبة إليهم ماذا يقدمه ماذا يضيف لأنه شاب هو شاب عنده قوة عنده يعني رغبة في العمل عنده رغبة في الإنتاج نعم لكن إلى هذه الرغبة غذيت بتدين سليم وصحيح ماذا نتوقع من هذا الشهر صحيح قولا هذا اللفظ لفظ التدين لا بدأ أن أقف عنده قليلا لأن التدين هو فهم للدين هو فهم هو فهم للدين يتجلى في السلوك العملي فهم وتطبيق هو فهم وتطبيق وأما الدين فهو الدين ما أنزله الله تعالى لا يختلف وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهم الشباب هذا الدين فهما معوجا إن عكس على سلوكه وهي معضلة المعضلات في هذا الزمان وفي هذا الوقت إذا أردنا أن تنزيل هذا الموضوع على واقعنا المعاصر ففهم شباب للدين إذا كان حقيقة فهما سليما وتغذى هذا الفهم من ينابيع سليما صغافيا نحن في المغرب لله الحمد ومنذ زمان كان الشاب قبل أن يكون شابا كان طفلا صغيرا يتغذى بالقرآن الكريم أول شيء أول يتعلمه أول ما يتعلمه يدخل الطفل المسيد يعني مركز لتحفيظ القرآن الكريم وهي مراكز كثيرة ولله الحمد اليوم في مملكتنا الشريفة يعني حتى الذين يدرسونا في التعليم العمومي يبدؤون بالمسيد دائما بالمسيد القرآن وهذه الشحنة تعطى للطفل حينما يكون صغيرا يجدها في وقت مناسب قد يفعل الشاب أشياء كثيرة يعني أثناء مراحله في زمن يعني حينما يقبل على هذه المرحلة من عمره ما بين 14 و 22 عام قد تتصور منه أشياء كثيرة لكنه يعود إلى الصواب لكن لماذا لأنه غرس في نفسه شيء ثمين وهو ما تيسر من القرآن الكريم يعلم هذا وثم يعلم الأدب والاحترام وحينما كنا صغارا وأنتم تتذكرون ما من شاب يمر بشيخ علمه أو برجل وقور إلا وسلم يده وقبلها احتراما وإجلالا هذا تعليم تقبيل يد الوالدين ورأس الإمام الفقه الذي علمه حتى والناس الكبار وحينما نلتقي بأشياخنا اليوم نقبل أيديهم ورؤوسهم إجلالا وتعظيما لشأنهم هذا كان في وقت ونحن والحمد لله نعيش هذا الأصل لكن بعض الشباب الذي لم يتلقن هذه الأمور كيف يعني يتشرب مبادئ الاحترام احترام تقير الكبير واحترام الصغير وكيف يتعلم أشياء مهمة جدا أريد أن أتحدث عنها حينما كان الشاب يعلم وهو صغير كان يعلم ما يسمى بالقناع كان يعلم شيئا حاجة اسمتها الصبر كان يتعلم قيم قيم تنفعه هذه القيم في دينه ودنياه نعم في دينه ودنياه حتى إذا شب توكل على الله حقيقة التوكل يجتهد الشاب ويبحثه عن الرزق الذي يكفل معيش إذا الحاجة إلى التدين أساسة حينما نعم حينما خرجت هذه القواعد المثلى وهذه المبادئ فنرى اليوم الناس والشباب عموما في كل مكان في كل مكان فطره لا يقنع وطره يبحث عن الثروة في وقت وجيز حتى هو لو حصل على عمل فهو يعني يعني يسارع إلى غابة القناعة تأيب الناس هذه القناعة التي يبحث عنها سيبقون دائما لأنه إذا غابت القناعة سيبقى الإنسان دائما في تعب بكل دائما إذا سمحتم أستاذ الكريم تحقق لدينا وهو محقق أن التدين أساس في نجاح كل شباب نجاح كل إنسان سؤال آخر هذا التدين هل نبقيه على على عمومه أم يحتاج إلى ترشيد وهو موضوعنا في هذه الحلقة ترشيد التدين إلى أي حد يحتاج تدين الشباب بشكل خاص إنهم في مقتبل العمر وإنهم في مرحلة في مرحلة العطاء وفي مرحلة الاندفاع وفي مرحلة القوة إلى أي حد يحتاج تدينهم إلى ترشيد في الحقيقة هناك مسألة هامة لأننا أكمل بها ما كان يذكره فضيلة الدكتور وأربط بنفس الموضوع للإجابة الشباب لا يحتاجوا إلى تربية ولا يحتاجوا إلى ترشيد لأن التربية الحقيقية التربية الحقيقية تتم مثل ما كان يذكر فضيلة الدكتور في المراحل الأولى التعليمية سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في المعهد أو في غير فنحن في ديننا ليس لدينا تربية الشباب عندنا تربية الطفل الشباب إذا وصل إلى مرحلة يكون قد اكتمل قد اكتمل لأن مرحلة الشباب هي مرحلة عطاء فالترشيد يكون بفتح المجالات في وجه هذا الشاب وفتح المسارات حتى يجد نفسه في المجال الذي يتلائم معه سواء في تعليمه في نوعية التعليم الذي تلقاه في نوعية الأخلاق الذي تربى عليها في نوعية مرحلة الشباب هي اعتبرها مرحلة ابتكار الرسول صلى الله عليه وسلم لما عين أسامة بن زيد على رأس الجيش وعمره بين حوالي بين 16 و 18 سنة معنى ذلك أنه قادر على قيادة الجيش وهذا الذي حصل وفي ذلك الجيش كبار الصحابة وفي ذلك الجيش كبار الصحابة معنى ذلك هو في فرح في مرحلة العطاء وليس في مرحلة الأخذ فالمرحلة الشبابية الشيء الذي يجب أن يفهم أن الشاب يجب عليه حين يصبح شابا أن لا يمد يده لأبيه أن يبتكر كيف يصنع حياته وكيف يصنع طريقه وكيف يبني لأنه قد اكتمل فالتربية الحسنة والسلوك الحسن الذي تلقاه هي مجموعة مراحل تشترك فيها الأسرة وتشترك فيها المدرسة ويشترك فيها المشترعة المجتمع في إيصال ذلك الفرد للشبابة لأن العطاء الحقيقي الأمم اليوم عفوا الأمم الراقية تشتري الشباب هناك برامج كبيرة في الغرب قائمة في بلداننا لأخذ خيرة ما عندنا من الشباب حتى حتى يعالج مشاكل الشيخوخة التي أصبت ثروة يأخذون ثروة نعم فالشباب ثروة 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 هي ثروة جاهزة هي ثروة جاهزة فمرحلة الشبابة هي مرحلة عطاء مرحلة بناء إذا كانت قد انحرفت معنى ذلك أننا قد أسأنا التربية القضية تبدأ من التربية ترشيد الديني نعم يبدأ من التربية لكن إذا سمحتم أستاذ أسألوا مرحلة الحمد لله لقاء ومفتون إذا لم نوفق لسبب أسباب يعني الأباء إذا لم يوفقوا في هذه التربية المنشودة والمطلوبة وقعوا في أخطاء فخرج فخرج الإبن أو البنت في سلوك ليس على ما يرام والمشكلة الكبرى أن يخرج هذا السلوك الذي ليس على ما يرام باسم الدين يعني هو متدين ولكن تدين يسيء إلى نفسه ويسيء إلى من حوله ويسيء إلى المجتمع الترشيد هنا ألا يكون أكثر إلزاما أكثر فردا نعم صحيح هذا السؤال في غير الأهمية والأهم من هذا أن نبين دور العلماء في الأمة والصلحاء في هذه الأمة وأهل الخير في هذه الأمة ليقدموا خدمة لهؤلاء الشباب ليأخذوا بأيديهم صحيح أن الآن المعلومة سهلة لالتقاطها بفعل هذه التكنولوجية الهائلة العالم بين يدي الشاب وقبل ذلك بين يدي الطفل يرى كل شيء يتاح للشاب برؤية كل شيء ما لم يتاح للكهول وللشيخ وإذا صُقلت مواهبه بأشياء قد تعود عليه وعلى المجتمع بالضرر فإن المسؤولية إذا أردنا أن نحددها فهي تقع على هؤلاء العقلاء في هذه الأمة فعقلاء الأمة الآن أكثر من أي وقت وضع عليهم أن ينزلوا إلى شبابهم لا أن يبقوا جالسين على كرسيهم في أماكن مهجورة أو في جزر مهجورة وكيف يكون مهجورة؟ وذلك كيف ينزلوا إلى شبابهم؟ وذلك بإعداد برامج واضحة وبلقاءات المفتوحة مع هؤلاء الشباب في أماكن معينة إن شيئت قلت في الأماكن التي تتاح اليوم في الجامعات في الفضاءات في النوادي في كثير من الفضاءات ثم البحث عن برامج هادثة ومحاورة هؤلاء الشباب وتصحيح معوجة من فكرهم وتصحيح الفكر إذا عوج فلا بد أن يكون عن طريق الحوار وعن طريق العلم وإلا لا يمكن أن نهتدي إلى ما نصبه إليه أن نصحح فكر الشاب المعوجة عن طريق التحكم عن بعد هذا لا يمكن أن يكون إذا أردت أن أبينا أكثر نحن الآن في مؤسسات في دولة المؤسسات لها قنوات للاتصال مباشرة مع هؤلاء الشباب ومع مختلف الفئات العمرية لدينا مؤسسات تعليمية بمختلف أسلاكها من الابتداء حتى الجامعة فقط هذه المؤسسات إذا كانت برامجها وفق ما نصب إليه نحصل يعني نسبة مهمة في ترشيد هذا الفكر وترشيد هذا التديون لدى هذا الشاب قبل أن يكون الشابا لدى هذا الطفل أن تكون برامج هادفة ونحدد ماذا نريد من هذه البرامج أي الشباب نريد يعني نوعية هذه الشباب فإذا البرامج الطربوية لابد أن تكون حاضرة بقوة وأقصد البرامج الطربوية فيه هذا الشق الطربوي ما يتعلق بالتديون بفهم الدين بفهم الدين لدى الشباب هذا أولا ثانيا إلى جهود جهات عديدة جهات هذا نعم منظوم الفكري نعم هذا مثال هذا مثال في مؤسسات التعليمية خذ يعني المؤسسات العلمية منها المجالس العلمية المحلي ولله الحمد الآن في كل إقليم إقليم المجتمع المدني لا يغيب عن هذا الدور المجتمع المدني والمؤسسات التي تعمل في هذا الإطار تحت القوانين المنظمة لها فلا يمكن أن تغيب عن أفكارها هذه الأهداف لدى تربية الشباب أو توجيه فكر الشباب كل نعم ترشيد الكل ينبغي الكل ينبغي أن يشارك فيه والكل ينبغي أن ينزل إلى هؤلاء الشباب ليبين مع وجه من فكرهم ليصحح مع وجه لبيان حقيقة يعني هناك أشياء يعتقد الشباب أنها سليمة وأنها صححة ويدين الله بها على أنها صححة ويتقرب إلى الله بها في الوقت الذي يحسيد يظن أنه يحسين ويظن أنه يتقرب إلى الله في الوقت الذي يفسد أكثر مما يريد يظن أنه يصلح يفسد إلى نفسه وإلى مجتمعه وإلى أسرته وإلى الأسرة الكبيرة بصفة عامة تحول عندكم أستاذ منها لا شك أن إذا تبين على أنه ينبغي أن يكون الترشيد منطلقا مع الإنسان منذ طفولته لكن إذا وقع ونزل ولم نستطع تحقيق هذه الغاية وهذا الأدف وخرج عندنا شباب يتكلموا باسم الدين يعني ينطلقوا من الدين في الوقوع في أمور خطيرة على الإنسانية بشكل أهم الآن هذه آفة ونحن نشاهد كثيرا من تجلياتها في العالم كله دورنا الأستاذ ذكر دور المؤسسات التعليمية المؤسسات العلمية كيف ننمي مجهوداتنا من أجل تغيير هذا السلوح المؤسسات الترشيد الذي نتحدث عنه هو مرحلة لابد أن تسبقها مراحل أخرى حتى لا نقع في هذه المرحلة بالذات مرحلة حاجة إلى الترشيد هناك مراحل لأن الوقوع الوقوع في الانحراف الفكري أو السلوكي يمر عبر مراحل المراحل لابد أن تكون المرحلة حتى لا يقع في هذا المحظور لابد أن تكون هناك رقابة الرقابة سواء كان داخل أسرة أو داخل مدرسة أو داخل المجتمع عماما الرقابة هي التي تكون قبل كل شيء حاجزا من الوقوع في هذا النوع من الفكرة أو في هذا النوع من السلوك ما لا تتحدثون بالرقابة إن هناك من أعتقد الرقابة تضييقنا الحرية نعم لا لا أتقل رقابة هناك ملاحظات لأن الذي لا يقع في الأرهاب الذي يقع في الأرهاب ويقع في غير المرحلة بمراحل السلوكية يظهر عليه الانفعال ربما يظهر عليه البذخ ربما يظهر عليه يظهر عليه نوع جديد من الأصحاب تظهر عليه نوع من القراءات تظهر عليه نوع من السلوكيات يعني لا يمكن أن يرتمي أو يرتمي مباشرة فالفطنة إلى هذا النوع من السلوكيات الطارئة على الشباب في مراحل معينة يمكن لك أن تحدد نوع السلوك الذي سيصل إليه إذن هناك رقابة من الأسرة يجب أن تتصل أن تكون مصاحبة لأبنائها أنا لكم ما يغير شكل اللباس متاعه يسمحي البسل الأفغاني ربما يسمحي عنده نوع من الكتب عنده نوع من لأنه ماذا يمثل من الذي يقعه في مثل هذه المواقع السيئة هو ضعيف شخصية الذي لم نحصن تربيته ولم نعطيه الحصانة والقدر على أن يواجه مثل هذه الظروف هو الذي يقعه إذا كان هو قابل أن يغرى بالمال أو أن يغرى فكريا أو يغرى سلوكيا أو تقدم له بعض الخدمات أو تقدم له بعض حتى الأعمال ممكن يكون رافض الوظيفة ويريد أن يشتغل يحب المال بسرعة وتعطى له الفرصة هذه السلوكيات نفسها قد تحميه لأنه في نهاية الأمر سوف يجد نفسه فخ لا يستطيع أن يخرج من الكثيرون نفاجأ نفاجأ بتحولهم من مرحلة إلى مرحلة والحال أنهم قد مروا بمراحل عديدة ونحن نشاهدهم يشاهدهم الأب يشاهدهم الأصحاب يشاهدهم الحي يشاهدهم المعلم إن دوة الفراغ كانت تكبر نعم إن الفراغ الفراغ حتى جاء من يستغلوا ذلك الفراغ انتباه الأسرة انتباه الأسرة إلى هذا التحول هو مرحلة من المراحل التي التي يمكن أن نحمي بها هؤلاء الشباب مرحلة الإقناع هذه مرحلة مرحلة طرف فكري هذا طرف فكري مرحلة يمكن أن نقول مرحلنا هي لك المرحلة الخطيرة هي المرحلة التي فيها هذا النوع من السلوكيات إذا أردنا أن نصحح مع وجه من فكر الشباب فلنبدأ بالجانب العقدي الإيماني الإيماني حينما يتشرب فكراً معيناً فكراً معيناً وهذا الفكر يعني يترجم في السلوك فإذا ترجم هذا الفكر المعوج في السلوك كانت هي الكارثة كانت هي الكارثة حينما ذكر فضيلة الدكتور نعم الجانب العقدي حينما ذكر الأستاذ يعني في الجانب يعني تكفيري أو شيء رهاب أو شيء من هذا القبيل هذه ظهرت الآن على الصدح وسببها عقدي سببها الإيمان بقضية هو يحملها يعتقد أنه يجاهد من أجلها ويناظر من تحقيقها وهو على باطل فمن يصح هذا الفكر هذا سؤال عندي أنا جوهري فلابدأ أن يثق الناس والشباب في علماء أمتهم وأن يرجعوا إلى علمائهم الذين يعيشون معهم ويستفتونهم ويجالسونهم ويحاورونهم أما أما تلقي تلقي الباب مفتوحة الباب مفتوحة والتلقي الباب العلماء مفتوحة دائما التطرف يجب أن نعلم أنه ليس تطرفا دينيا فقط التطرف له أوجه عديدة وليجب أن نحصره في المجال الديني مجال ديني التطرف يظهر حتى في السلوكية داخل الأسرة يمكن الإنسان أن يثور على أسرته على مجتمعي على بلادي على وطنه على صاحب العمل هناك صور عديدة يظهر فيها تطرف الشاب وهذا تطرف كيف يعالج؟ يعالج مثل ما ذكرنا بالحصانة بالحصانة ويعالج أيضا بالرقابة ويعالج أيضا بحل المشاكل يعني هذا يجب أن نعرف أن نعرف متطلبات هذا الشباب لأن ما قلنا شباب هو مرحلة ابتكار مرحلة عطاء إذا لم نهيئ له الفرص لأن يحقق ذاته وبقع الهامش مهمشا في أي مرحلة في أي مرحلة وفي أي ظرف وفي أي مكان إذا لم نعطيه الفرصة إذا كان الكبار يستأثرون من المراكس ويستأثرون من الوظائف ويستأثرون إلى أن يموتون وهم متقعد أين فرص الشباب؟ هذه قضية أخرى ولكن كما ذكرتم لنا وقت الحلقة ذهبناه الحوار أخذ سخونة وحمد لله هذا جميل دائما نحب هذا نوع من الحوار أن تكون هناك مشاركة النمطية نريد أن نقضي عليها وقد بارك الله فيكم قديتم هذه المهمة مهمة وحاربة النمطية في مثل هذه البرامج شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن المناعي أنتم أستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس بارك الله فيكم شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبداللطيف الميموني أنتم رئيس المجلس الإسلامي المحلي بارك الله فيكم فعلا هذا الموضوع يحتاج لمزيد من الكلام ولكن إن شاء الله ما لم نقوله هنا نقوله في مكان آخر في أماكن أخرى وأنتم خصوصا أنتم علماء تشتغلون في تشتغلون مع الشباب وتشتغلون مع جميع طياف المجتمعات شكرا لكم مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمات شكرا للفريق تقني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته